يا مسائل فل على اجدع شباب سنوية عامة شباب دفعة الفين اتبع وعشرين. معاكم اشرف حلمي والنهاردة جايب لكم هدية جبيلة جدا جدا. النهاردة يا شباب هنرجع مع بعض قواعد الوحدة الاولى والتانية بالكامل. مع الحل والتدريب المكثف عليه. عايزك تكون مركز معايا من اولى المحاضرة. ومعاك ورقة وقلم وتسجل فيها النوتس المهمة اللي انا هقول لك عليها. كمان انا سعيب لك في الفيديو تحت هعمل لك فيه اه الشرح وفيه الحل اللي احنا بنقوله في المحاضرة. اه يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت اول مرة تتفرج على الفيديو. شوف الفيديو في الاخر وفي الاخر خالص اعمل سبسكرايب للشانيل بتاعتنا. اشترك في القناة بتاعتنا. لو ما عجبكش الفيديو يا سيدي اعمل ديسلايك وقول لي ما عجبكش لي. عشان نحسن ونعمل لك حاجات افضل من كده بكتير. لو مش مشترك في القناة اشترك معنا في القناة. بس بعد ما تشوف الفيديو وتستفد منه ان شاء الله. اتمنى يا رب للجميع الاستفادة كويسة. صح صح وركز معي لو عندك اي مشكلة في الازمنة في في ان شاء الله بعد الفيديو ده هتتحل. استحملني الفيديو مدته حوالي ساعة ونص. بس عشان بنحل من كتاب آآ المدرسة بنحل من امتحانات السابقة بنحل من النجمان. يعني بنحل على كل قاعدة كم كويس جدا. خلاص يلا ركز معاه اول حاجة انا هراجع معك الباسد السيمبل المدلي البسيط من المدلي المستمر بالرابط بتاعتهم. طبعا في رابط بيخص الباسد السيمبل مع الباسد سيمبل بشكل حلو اممبسط جدا. هاراجع معك والباشة ف التام و التام المستمر. هاراجع معك والباسد والباسبيرفت كونتينونس. الماضي التام والتام المستمر. مع افتر وبيفور وين والسون از وبيضا تايم. كل ده ونسونر. كل ده هنقولهم بشكل حلو خالص. هرجع معك مقارنة الصفات. الاجيكتبز. اه بالحالات الشازة بتاعتها كلها. واقول لك انا طرقها حلوة قوي. تحل بيهم وتضمن الدرجة الصح. او تضمن ان اجابتك كلها تكون سليمة. في الاخر خالص بعمل لك اكسرسايز. لا مش في الاخر. ده بعد كل قاعدة من القواعد دي. انا بحل اكسرسايز من اربعين لخمسين جملة شوز. كل المطلوب منك انك تكون صاحق وما تنساش اللايك. والاشتراك في القناة لو انت مش مشترك. يلا بينا نبدأ على طول. زمن الماضي البسيط. بصوا حبايبي. اي زمن لازم? اي زمن بتتعامل معي لازم تكون عارف تكوينه في المعلوم وفي النفي وفي السؤال وفي المجهول. الجملة العادية. هو يعني التصريف التاني للفعل. وده طبعا باضافة اي دي او افعال شازة انا كنت مديك في المنزمة الاولى قايمة من الافعال الشازة. انا قضيت اجهزة كويسة الشرم السفل اللي فات. الجملة دي اثبات. لا بس استنى ده مش مش ماضي. مش باست. الباست بتاع سبندي ايه يا شباب? كلنا عارفين. سبنت سبنت سبنت. يبقى المفروض اي سبنت اجوده لدي ان شرم. طب عايزة احاول الجملة دي الى النفر. انت تعرف ان الماضي البسيط? افتكر معي. الماضي البسيط بتنفي بالمصدر او زائد فعل يعني تقول اي بدل اي دينت سبنت او اي نيفر سبنت. نيفر سبنت او دينت سبنت. طب عايزة حاولها السؤال. لو عايزة اسأل سؤال بعد اتستفاهم اسمها وير. الباست سيمبل شرحناه قبل كده قولنا الباست سيمبل بعد اتاة الاستفاهم تجيب ديد ثم فعل ثم فعل مصدر. في اتاة استفاهم حلو اوي خاصة بالباست سيمبل اسمها و دي معناها وين. معناها وين? بس هاولونجا أجو لازم يجي وراها ديد عشان فيها أجو اخد بالك أجو دي كلمة من الكلمات الدلة على الباست سيمبل وقولنا الباست سيمبل بتسئل عليها مستر بإيه بديد بعد كده فاعل بعد كده فاعل مصدر يبقى هاولونجا أجو ديد فاعل فاعل في المصدر تعال نجرب في الجملة دي واحد بيقول أنا تخركت فاعل باستهو عشان كمان أجو أنا تخركت من الجامعة من سنتين لو عايزة أسأل بهاولونجا أجو اللي هي معناها إيه وين عايزة أقوله اتخركت إمتا يبقى هاولونجا أجو ديد ماضي أهو جرادويتد فخد الديد يو والجيب لي جرادويت في المصدر هاولونجا أجو ديد يو جرادويت فروم يونيفورستي اتخركت من الجامعة إمتا بعرف من الكلمات الدلة بتاعته يستردي يعني أمس أجو يعني منذ زي ما شفنا جي قبلها مدة في الماضي زيت مرة لست أي حاجة لست ويك لست مونس لست يير لما كنت في العصور القديمة وكمان حالا يعني أنا شفته حالا يلا نحل على الحتتين دول اللي احنا قلناهم يستردي على مدلة لما تكون جملة واحدة بتبقى سهلة فيها كل مدلة كمان يستردي ده بوستي مان عايز فين الباست سيمبل فين التصريف التاني هل هو برينج ولا بروت ولا وست برينجين ولا هات بروت الباست سيمبل يبقى بروت امبارح البستاجي احضرلي ثري لترز في صغر ايامه بابايا كان دايما خد بالك بيعبر عن باست هابت وهنقوله بعد شوية طالما في صغر ايامه زمان يعني بابا كان يمشي طبعا بنعرفه من الظروف بتاعت التكرار زي عادة في الماضي بابا كان متعود يتمشى للشغل في لست مونس يعني ماضي يبقى الفعل هست بنت زي ما احنا قلنا من شوية بس سبنت هنا معناها يصرف سبنت اللي كان ينتبنت شوية كانت معناها يقضي يبقى الفعل سبنت بتيجي بمعنى يقضي او ينفق هي نقطة يبقى هي جراديويتد هو تخرجة من الجامعة وايوها تختار عشان الفعل ده ما بيتحولش بس لان اسمه فعل لازم فعل لازم يعني ما بيجيش وراء مفعول فبالتالي هي ده فاعل وليس مفعول هو اتخرج من الجامعة مش تخرجة لما طلعت اجازة الكلام ده في الماضي يبقى كنت دايما باخد سور كتير برضو اهي كلمة دلة على العادة والجملة هنا ماضي عادة في الماضي وقام ماضي بسيط لما كان عندي ثمان سنين لما كان عندي ثمان سنين انا شفت عكس اللي عدت يبقى وينشي ووز لما كان عندها سبع سنين هو هتقول لي وينشي ايز لان الجملة التانية بواصل ولا هزبن وعايز اقول لك على حاجة فربي توبي ما بيجيش مستمر خالص يعني ووز بين دي غلط تماما الا لو جت في المجهول واصبر على رزقك هقولها في الماضي المستمر تمانية اي نقطتو دا ميوزيوم انو تاريخ في الماضي يبقى اي وينت انا زهبت الى المتحف في 2015 زي نقطت فور انجلند انوار اجو في اجو يبقى ازاي الليفت الباستة اهو هما غادروا لانجلترا من ساعة كلام سهل سهل ان شاء الله اي اونلي نقطت ماي نيو كاميرا لاست ويك لاست ويك يبقى بوت انا اشتريت الكاميرا الجديدة اللي اسبوع اللي فان اي ود راضر تعبير اسمه اي ود راضر اي ويش او اف قول لي اتس تايم او از ايف ركز معي عشان دي مهمة اوي 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 التعبيرات دي لو جي وراها فاعل الفعل بيتكتب باست سيمبل انا بقول ايه بيتكتب يعني مش بيعبر عن باست خالص فقط بيتكتب ماضي بس بيعبر عن ايه بيعبر عن مدارع معناه مدارع فبنسميه ايه شباب بنسميه ماضي مزيف ماضي كداب فيك باست ماضي مش حقيقي بيكتب باست بس بيعبر عن بريزن طب ازاي اي ويش علي بليس ولا بليد انا قلتلك لما يكون في اي ويش وراها فاعل اي ويش علي يبقى تختار فعل ايه تختار فعل باست اللي هو بليد طب ايه يعني بتعبر عن مدارع الجملة دي معناها لو قالك اي ويش علي بليد ده بيساوي ايه وجاب لك اربع اختيارات اختار ده ان علي طبعا انت عارف ان دي مدارع يعني علي حاليا ما بيلعبش كويس فانا لما بتمنى بتمنى لو علي كان بيلعب كويس بتمنى لو كان علي بيلعب كويس امتى يبقى علي حاليا ما بيلعبش كويس طب دي ياريتها تساعده لانا قلتلك التعبيرات دي ايود راضا لو جي وراء فعل بيكتب فعل بس دي معناها اي هوبش يويل هالبهم اتمنى انها تساعده يعني ما بقولك مثلا هي المس ساعدت احمد والله ما ساعدتوش ياريت هتساعده يبقى لسه ما زال في امنية انها تساعده مكتوب ماضي بس مش بيعبر عن ماضي اتصبع معي في الجملة دي الجملة دي جات متحان سنوية عامة الفين اتين وعشرين يبقى اتص تايم ويهي ولا 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 انا قلتلك لما يجي وراها سبجيك بيجي وراها فعل يبقى استدد لقد حان وقت مذاكرة دروسنا معناها مدارع بس بالكتب ماضي لقد حان وقت اذهب الى المنزل لقد حان وقت الاطفال ان هما يذهبوا للفراش لقد حان وقت الاطفال ان هما يذهبوا للفراش لما الجملة تكون بتعبر عن مدارع حط فعل ماضية طب بص للجملة دي علي علي ندم انه جيمت اخر هو جيمت اخر وندم انه جيمت اخر يبقى بيتمنى لو كان جي بدري يعني امنيات علي في الماضي طب لما الامنية تكون ماضية او لما معنى الجملة يكون ماضية هختار برضو ماضية زيه لا يا حبيبي انزل درجة اكتر الا ادم من الماضي الماضي التالي يبقى صح صح معي كويس قوي. احنا بنستخدم اي ودرادر. لو اي ويش وايه فقل التعبيرات دي. يجي وراها فعل. يكتب فعل ماضي لو بتعبر عن مضارع. يكتب فعل ماضي تام هتقام لو بتعبر عن ماضي. ودي بتعبر عن ماضي بحطينا ماضي تامي. كما يستخدم. ما تقلهش من النقطة دي احنا كده كده هنقولها في حالة اه في يونيت то مع البوز بيرفكت. كما يستخدم الماضي البسيط مع حالات ايف وآل اس التانية. يعني ايف وآل اس يجي وراها ماضي بسيط. لو ايها التانية وود او كود او شود او مايت والمصدر. عامل زي البوزل بالزبط. لو هنا في فراغ خد ماضي بسيط. عشان وود او كود او مايت والمصدر. لو هنا في وود او كود او شود او مايت والمصدر حد باستي سمبل. وهكذا. اف هسته دهاردة لو كان زاكر كويس هي ودنت جيت له ماركس. ما كانش هيجيب درجات منخفضة. ليه دي باست سيمبل? عشان دي ودو المصدر. ليه دي ودو المصدر? عشان دي باست سيمبل. عامل زي الميزان. ميزان فيه او كافة فيها ماضي بسيط يبقى كافة التانية ودو المصدر. يعني لو لم. لو لم. لو لم نكن حارسين. كنا عملنا حادثة لقدر الله. ليه ماضي بسيط? عشان ودو المصدر. ليه ودو المصدر? عشان ماضي بسيط. في حتة نقصة. بص للنحية التانية. النحية التانية. يبقى حط خط تحت. يبقى ناقص ايه? ناقص الباست سيمبل. لو كنت مشيت الطريق كله كان هياخد تلات ساعات. افزل نقط نو هانجري بيبول ان دي وورلد. ات وود بي. نحية التانية ودو المصدر. يبقى ناقص الماضي البسيط في كلمة وير. هاو نقط يو فيل. اف يو وير in my position. يبقى هاو. هنا النحية التانية ايه فهي? وراه باست سيمبل يبقى ناقص وود. هاو وود يو فيل. شي نقط هير ماضي يستردي بيكوز شي وز بيزي. يبقى شي هي ما ساعدتش ممت. عايز اقول النفية. في الماضي البسيط يبقى دي دنت هلب. الماضي البسيط لسه اقيل لك. مش وز انت هلبنج. مش هاس انت هلب. يستردي يبقى ديد انت هلب. نادا نقط هير هومورك يستردي. يبقى نادا ديد انت رايت. ما عملتش واجبها مبارح. هاو لونجا اجو? انا قلت لك اول كلمة بعد هاو لونجا اجو بتكون ديد. هاو لونجا اجو ديد يو كوم باك فروم انجلند. هاو ديد هي. بعد ديد هي. بجيب الفعل في المصدر. هاو ديد هي هاو لونجا اجو? يبقى تكتب لي ديد. بعد هاو لونجا اجو بجيب بجيب ديد. وين نقط يو جو تو بيد لاست نايت. طرمه لاست نايت يبقى وين ديد يو جو تو بيد. مدى زهبت للفروش الليلة لفتنة? الباست سيمبل بيعبر عن باست هابت او ريبيت اكشن. يعني عادة في الماضي او حدث متكرر. لما كنت في شارم. انا بقول لك عادة في الماضي. كنت بعملها كثيرا. يبقى اي اهي. كنت قاعد كده باخدتان كل يوم. كل يوم. طالما دي عادة يبقى ماضي بسيط. طيب ممكن استبدل دي بالعبارة اللي جاية. يبقى ايزا? الماضي البسيط بيساوي المصدر. المصدر تحل محل المفاست سيمبل. بتسوي سامباز. طب يا مستر. نفي يوز دي ايه? دي دينت يوز. دي دينت يوز من غير دي. دي دينت يوز تو. لما كنت صغير. اي. فيه تو بعد النقب تو بلاي. يبقى مقصى يوز دي بس. خد بالك. اي يوز تو بلاي بتسوي اي بلايد. هي نقب بسلم. but now he gains a lot of weight. يبقى هو كان رفيع. يبقى هي يوز تو بي سلم. هو كان رفيع بس دلوقتي بيسداد في الوزن. وين ايوز ينج لما كنت صغير. اي نوعات فوتبول. عندك فعل باست اختاره. مفيش فعل باست. بس في يوز تو بلاي. يبقى يوز تو بلاي بتسوي بلايد. اي نوعات the newspaper every day. now i don't have the time. يبقى دي عادة في الماضي. كنت متعود اقرأ الجرائب كل يوم. بس دلوقتي ما عنديش وقت. يبقى يوز تو ريد. كنت متعود ان نقرأ. my parents leaving a small flat in the city center. والدية كانوا يعيشوا. يبقى يوز تو ليف. يوز تو ليف. يوز تو المصدر. مستر زاكي وز شوكد. اللي اسمه مستر زاكي اتصدم. when he joined our company. لما انضم لينا في الشركة. as he not to do much work. طبعا الراجل اتصدم لانه ما كانش متعود. he didn't use to. نافي يوز قلت لك didn't use. ما تختارش used. الراجل اتصدم. مش اتصدم لانه كان متعود يعمل شغل كتير كل يوم. لا. ما كانش متعود. what's americal? يا لها من معجزة. ماهر نقاط. but now he has given up completely. ماهر كان بيدخن كتير بس بطل خالص. يبقى used to smoke. did you? انا قلت لك بعد did مصدر. يبقى did you used to write poems? هل اعتدت عن تكتب القصائد when you were young? he not need much sleep. but he does now. يبقى انا عايز اقول ما كانش محتاج انه ينام كتير زمان بس دلوقتي محتاج. يبقى he didn't use to. didn't use to. you used to? في السؤال. هسأل بديد عشان في الباست. did you used to play with dolls? هل اعتدت ان تلعب بالدمي او باللعب? المجهول. لو المفعول مفرد طبعا انت عارف ان الباسيب بيبدأ بالمفعول. لو المفعول مفرد يبقى was. لو المفعول جامع يبقى where? was aware والتصريف التالي. ازاي? ten people in an accident yesterday. ten people. ايه? وعتقول لي was killed عشان دول جامع. في عشر افراد. killed was killed were killed were killing. انا قلت لك ايه? الباسيب. was aware. المفعول هنا جامع يبقى where. بس عايز وراها تصريف تالت مش ing. ما تقوليش where killing. لا where killed. where killing كانوا بيقتلوا. عشر افراد كانوا بيقتلوا. ده اسم الماضي مستمر. past continuous. ده اللي هنشرحه بعد شوية. his new book كتابه الجديد. published ولا was published ولا were published ولا was publishing. كتابه نشرة ولا نشرة نشرة يا مستر. يبقى was published. طب ليه was مش where? عشان ده كتاب مفرد. مش جامع. my last email. اخر email ليا. to six people. send was sending. has sent was sent. يبقى اخر email ليا. was sent. ارسلة. اي نقط. in alexandria in 1988. يبقى اي وز بورن دي. بورن دي يلد. انما بورن دي يتحمل. انا ولدت. اتولدت يعني. مش ولدت. لا. يبقى انا مفعول مش فاعل. انا اللي اتولدت. المدرسة بتاعتنا. exactly. twenty five years ago. يبقى مدرستنا افتتحت. was opened. كل ده باسب. the first map. اول خريطة. رسمت ولا رسمت? لا رسمت. يبقى was drawn. was drawn by the address. i tried to get into the house. حاولت ادخل البيت. but the door. بس الباب was locked. he was locked يعني كان مغلق. that picture. هزي الصورة by a great artist. هزي الصورة رسمت. يبقى was painted برضو. was painted by a great artist. the criminal escaped. المجرم هرب. but in a few hours. but ايه? but was caught. قبض عليه. برضو باسل. our block of flats. الفاعل هنا مفرد وهو block. block يعني عمارة. عمارة من الشؤة. بس هي عمارة واحدة. يبقى العمارة دي اتبنت. يبقى الفاعل ده مفرد يا مستر. يبقى was built مش وير. مش الشؤة اللي اتبنت. العمارة اللي اتبنت. انما هنا five trees. خمسة اشجار. in the park. خمس اشجار مالهم. where cut down. اتقصوا في الجنينة. the windows at school. الشبابيك اللي في المدرسة. this morning. الشبابيك اللي في المدرسة اتنظفت النهاردة الصبح. اخد بالك this morning. اشارت للماضي هنا. اين قدت افوتبول match at the weekend by my father. يبقى i was taken. يعني معنى ايه i was taken? يعني انا اخست. انت خدت الى مباراة كرة قدم في الويكند بواسطة والدي. زمن الماضي المستمر. من اسمه اعرف. هو ماضي ومستمر. اي زمن مستمر في الانجليش? لازم يحتوى على فيربيتو بي والآينجي. لو فعل مفرد يبقى ووز لو فعل جمع وير. بعد كده فعل الجملة حط له آينجي. يبقى ووز كانوا بيزاكر. كانوا بيلعبوا. كانوا بيلعبوا. كانوا بيساعد. كانوا منتظرا. كانوا سيقيل. كانوا بيكتب. وهكذا. بيعبر حدث كان مستمر في زمن الماضي. يعني لونج اكشن ان دي باست. لونج اكشن ان دي باست. حدث طويل في الماضي. ات وز رينيج اول نايت. كانت بتمطر طول الليل. عشان كلمة اقول خلانا الحدث ده طويل. زي وير ووتشنج دي فيلم. كانوا بيتفرجوا على الفيلم. بتوين تن عندي تولف. ما بين الساعة عشرة والساعة اتناشرة يستردي. حدث طويل في الماضي. تعال نحل على الحتة دي. يستردي بقى لوحدها يبقى بس قال لي يستردي لوحدها يعني ماضي بسيط ها? لسه شرحه. بس هنا قال لي يستردي امبارح بالليل. امبارح بالليل. بالعربي. لو قلتلك امبارح بالليل احنا راجعنا ولا كنا بنراجع? طالما حددتلك الوقت بتاع امبارح. يبقى لازم تقول لي. ويوير ريفايزن. ويوير ريفايزن فور اوار انجليش تست. امبارح كنا بنراجع. الامتحان الاجليزي. when all the lights went out لما الانور كلها قطعت. زا التلفزيون كان شغال. بس محدش. ها? جملة اللي ماما بتقولها كل يوم في البيت. تلفزيون شغال للحيطة. التلفزيون كان شغال بس محدش كان بيتفرج عليه. يبقى ووز واتشن. نوبادي ووز حدث طويل. هل سمعت ما قالته? انا كنت بفكر. عايز اقول لك بقى حاجة هنا وحلو قوي. الطبيعي بتاع الفعل انه ما بيجيش مستمر. الا اذا لو معناه يفكر. يبقى لو معناه يعتقد ما يجيش مستمر. لو معناه يفكر ينفع يكون مستمر. هنا معناه ايه? معناه يفكر. هل سمعت ما قالته? لأ انا كنت بفكر في حاجة تانية. هاني كود انت انسر دي فون. هاني معرفش يرد على التلفون بكوز هي وز هافنج اشاور. حدث طويل في الماضي. كان بياخد حمام. التلفون رن في الوقت ده. فما قدرش يرد عليه. كود انت انسر دي بوست. ادس تايم يستور دي. زي دلوقت امبارح. قالك زي. يبقى زي دلوقت امبارح. احنا كنا منتظرين. عايز يقولك انت كنت بتعمل امبارح. حدث طويل. بيسألك على حاجة كنت مستمر فيها. الزمن بيعبر حدث كان مستمر في الماضي وقطع وحدث اخر ماضي بسيط. شايفينه بيلعب كرة. فجأة وقع. يبقى الحدث الاطول ان هو بيلعب. يتقال الحدث القصير وقع. مش بيقع. فخلناه ماضي بسيط. ممكن نربطهم برابط اسمه نقول لما كان بيلعب كرة وقع ورجله قصر. في ملحوظة مهمة جدا انا عايز اقول لك عليها. ان لو مفيش فاعل بعد يعني مفيش هي طول على طول. يبقى ممكن ماضي مستمر ماضي بسيط. او لو مفيش فاعل. انا كنت ماشي في الشارع. حدث طويل. انا شفت حدثة عربية. حدث طويل وحدث اثر عليه. او 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 اي دا ستريت. اي سو اكار اكسدنت. يبقى ويل واز وشاست از وين? كلهم معناهم بينما. بيجوا وراهم. ماضي مستمر عشان ده حدث طويل. ماضي بسيط عشان ده شورت اكشن حدث قصير. ويل. وي وير بلاين كارتز لما كنا بنلعب كوتشينا زجود نيو سكيم. الاخبار الحلوة جت. الحدث الاطول ايه كنا بنلعب. الحدث القصير الاخبار جت. عايزة اعملها بوين ممكن وين كده او كده. يعني وين مالهاش قاعدة معاناة. ممكن يجي بعدها او العكس. ممكن كمان الحدثين يكونوا مستمرين. يعني ممكن اقول اي وز دوينج ماي هومورك. انا بعمل فوق بهو قاعد على مكتبي بعمل واجبي. وماي برادر وز لسنين تو ميوزيك. اخويا بقى ما عندوش امتحنات فقاعد بيزاكر او قاعد بيسمع مزيكة. يبقى لما كنت بعمل فوق بي. خد بالك انا محدش اثر على حد. انا كل واحد شغال في حتته. خد بالك عندي رابط مهمة اوي اسمه اون. ده بيجو را اين جي. لو بعد النقط اين جي هتفكر في اون او ويل. بس ايه الفرق انه اون لو جي وراها اين جي بيتعبر عن حدث قصير يعني بتسوي وين زائد ماضي. يعني ايه? اون هيرينج دا نيوس بتسوي وين اي هير دا نيوس. وين اي هيرد مش وين اي وز هيرينج لما سمعت الاخبار مش لما كنت بسمع الاخبار. يبقى اون لما بيجو وراها اين جي بتعبر ان الحدث قصير لما سمعت. اون هيرينج دا نيوس اي هيرد اوت دورز. وين ينفع يجي وراه حرف جر بينما كنت في اجازة ملحوظة اهمة ما ينفعش مستمر غير في المجهول ودي قلت لك عليها في بداية المحاضرة دي حتى بالعربي لما قولك بينما كان ولا بينما كان يكون طبعا بالعرب ما فيش حاجة اسمها كان يكون فبنقول ما فيش حاجة اسمها نهائيا ولا ولا لا كان بيعمل ايه? كان بيعمل ايه? كان بيعمل ايه لما زورته? يبقى الحدس القصير اهو ماضي مستمر ماضي بسيط كان بيعمل ايه لما انت زوره? عايز اقول ان عمتي كانت ماشية في الجنينة بص حدس طويل اهو كانت ماشية في الجنينة لما قبلتها طبعا وانت مغمض طالما الفعل في عين جي هتفكر فوز او وير يبقى وير 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 يو جوين كنت رايح فين لان ديد وهاد ما بيجيش راها عين جي ديد بيجو راها مصدر وهاد بيجو راها تصريف تالي اللي بيجو راها عين جي وير او ار طب ليه مستر مش ار لان حبيبي الجملة التانية ماضي اهي كنت رايح فين لما شفتك يستردي what not you doing نفس القصة هلغي ايه مستر هلغي هاف وهلغي هاتبين كمان يوب تاخد وز ولا وير وير طبعا يبقى what were you doing when the lights went out كنت بتعمل ايه لما الانوار قطعت امبارح while i noot home يبقى while i was walking لما كنت ماشي للبيت امبارح i saw some of my old friends شفت بعض من اصدقائي i saw them while they انا شفتهم لما كانوا while they noot the house يبقى انا شفتهم لما كانوا سايبين البيت while they were leaving the house on noot the match on قلنا بيجو راها ايه بيجو راها عين جي يبقى on watching the match. امل noot the room while mحمد was making tea. خد بالك الحدسين هنا مستمرين لان امل كانت بتنظف القوضة لما محمد كان بيعمل الشاي. يبقى امل was cleaning the room. he noot the tree when he suddenly fell down. يبقى عايزة اقول ان هو كان بيتسلق الشجرة لما وقع فجأة. درس سهل قوي. he was climbing the tree. حدس طويل في الماضي. زكار noot fast when it hit the tree. يبقى عايزة اقول ان العربية كانت بتتحرك بسرعة لما خبطت في شجرة. they saw the fighting people. شافوا الناس المقاتلين. while. بس ما عنديش فاعل هنا هو. يبقى while. لو ما فيش فاعل بنختار ال-ing. while driving. انما لو في زي while they كنا قولنا they were traveling. driving. he saw his old friends. شاف اصدقاء القدامة. while. برضو ما فيش فاعل يبقى while walking. اثناء walking down the street السير في الشارع. as. اللي هي بتساوي while خد بالك منها عشان حقها مهضوم شوية. as يعني while. بينما. he was carrying the vase. وهو شايل الفاظة. ايه الزمن اللي بيجي مع ال past continuous هو ال past simple. كان شايل الفاظة وقعها على الارض. وعت منه غصبا عنه يعني. how fast when the accident happened? قدي ايه? ايه السرعة اللي سوءت بيها ولا كنت سايق? كان مستمر يبقى where you driving? كان مستمر في السواق. we were sitting in the garden. كنا قاعدين في الجنينة. when it suddenly turn. يبقى started. لما بدأت فجأة مطر. زفون ring. التلفون run. while we. في فعلي يبقى while we were cooking. ايه واحد تقول لي ووز. عيب. وي ما بتاخدش ووز. while i was reading a library book. لما كنت عمالة اقرأة في كتاب في المكتبة. لقيت ولا كنت بلاقي? طبعا لقيت مرة واحدة. مش عمالة اقرأة في كتاب وعمالة اقرأة عشرات الجنيهات. يا ريت ده انا مش هسبش ما سبش المكتبة دي خالص. seeing the accident. ده موتور هست دروف مور كارفولي. ing بدور على بيجور ing on. على فكرة despite bygora ing without bygora ing. بس انا عايز اقول عند رؤية الحادث. وزوت يعني بدون. despite بالرغم من. لأ. on seeing بتسوي when i saw. when i saw the accident the motorist. او when they saw the accident. لما شافوا الحادثة بدأوا يسوقوا بالراحة. او حب حرص. she not up a magazine. when suddenly somebody knocked out the door. يبقى كادب بتقرف مجلة. حدث طويل. لما واحد خبط على الباب. what not when i called you? you sounded very busy. عمال ما السؤال ده شابهه قبل كده. يبقى انت كنت بتعمل ايه? لما انا اتصلت بيك كان شكلك مشغول خالص. i not a shower when the telephone rang. عايز اقول انا كنت باخد shower لما the telephone rang because i was having a shower. while she. اي while ماضي مستمر. طالما فيه فاعل. while she was doing her homework. لما كانت بتعمل فواجبها. my sister was listening to music. اختي كان بتسمع مزيكة. يعني الحدثين مستمرين. while i was doing my homework. my brother someone knocked on the door. اللي بيجو رأى اسم هي during. اثناء نومي. yesterday evening. امبارح بالليل. the program. البرنامج. ها البرنامج كان يوشاهد ولا كان يوشاهد. كان يوشاهد يا مستر. يبقى was being watched. while my mother was doing the washing up. لما ماما كانت بتغسل لطباق. my baby sister. اخت البيبي كانت بتعتني بيه. ولا كان بيعتنى بها. كان بيعتنى بها. يبقى was being looked after. لان my baby sister مفعول. اخت اللي كان بيعتنى بها. الزمن اللي بعده the present perfect. زمن المدارع التام. طبعا اي زمن احنا بناخده لازم نعرف ايه هو الاكتف والباسف. تكوينه في المعلوم وتكوينه في المجهول. تكوينه في المعلوم يعني الجملة بتبدأ بفعل هيبقى هنا have or has. والتصريف التالت للفعل. ركز معايا كويس. have لai وضماير الجامعة. i we with they with you. has للمفرد. he or she it. عايزة اقول دي بقى save. have او has ما بتتغيرش بتفضل have او has. بدر التصريف التالت بقول bin والتصريف التالت. يبقى has got has has cooked? تبقى has been cooked. has built? تبقى has been built. حد دي انت بقى اباديها بفاعل ولا اباديها بمفعول. الحكومة بتعد العديد من الخطط لتطوير التعليم recently. خد بالك كلمة recently هي احدة الكلمات اللي بتعبر عن present perfect. يبقى في الحالة دي هقول ايه? هقول has prepared. الحكومة اعدت. الحكومة طبعا فاعل. والفعل ده مفرد. خد has. prepared. ايه السبب اللي انا اخليه المدرع تام? كلمة recently. طب لو انا عايز ابدأ بمني plans. خطط عديدة. بدل has prepared اقول has been prepared. بس استنى شوية. دي plans. جمعة. بدل هز اقول ايه? have. يبقى have been prepared. تم اعدادها for updating education. يبقى ركز كويس الجملة بادية بفاعل ولا بادية بمفعول. يبقى تكوين الزمن ده. في اثبات have او has وتصريف التالت. في بنقول have او has ونحط وراه not. have او has not والتصريف التالت في الانتروجيشن او الاستفهام بنقول have او has قبل الفعل. يعني has he traveled? have you visited? نورة has already sent. جملة اثبات. نورة has already sent the reports. نورة بالفعل بعتت التقارير. نورة has not sent the report. نورة ما بعتتش التقارير. زي الريبورت عايز اعملها بس بقول the reports have already been sent. عايز اعملها سؤال اقول has نورة sent the reports. هل نورة بعتت التقارير? عايز اخلي الجملة دي بس بيبقى التقارير the reports have not been sent yet. يعني لو عايز اعمل الجملة النفي دي بس. عادي بحط نوت هنا بس. التقارير لم ترسل بعد. استردامه. اول استردام باستخدمه مكان الماضي البسيط لو ما فيش كلمات دلة على الماضي. يعني لو ما فيش yesterday and last and ago تبقى الجملة مضارعة تاني. كمان لو حدث تم حالا او حدث له اثر في المضارعة. بص كده. نورة visit the museum many times this year. عايز اقول نورة زارت المتحف مرات كتيرة السنة دي. ما قالش بقى last year ولا اقين وتاريخ في الماضي زي ما قلنا كلمات الماضي البسيط. يبقى نورة visited. has visited. انا اسم. has visited. نورة زارت المتحف. طب لو كانت جملة فيها كلمة last year. السنة اللي فاتت دي بقى طبعا هتبقى visited. يبقى ازا ان هو بيحل محل الماضي البسيط لو ما فيش كلمة دل على الماضي البسيط. تمام كده يا شباب? is not hungry. is not hungry. because he ate a big lunch. الاكل اللي اكله رامي ليه تأثير ان هو مش جعان. والتأثير ده في المضارع. حدث له اثر في المضارع. isn't eaten? تبقى has eaten. يبقى يستخدم للتعبير ان حدث له اثر في المضارع. الاثر فين? ان هو is not hungry. you look pale. تبدو شاح باللون. what has happened? ايه اللي حصل لك? what has happened to you? ليه عشان فيه اثر? الاثر باين على وشه وانا بسأله ايه اللي حصله? the plane just leave. i can see it in the sky. حدث تم حالا الطيارة لسه طلعي. بقى هتبقى the plane has just left. has just left. الطيارة لسه طلع. i can see it in the sky. انا شايفها في السماء. طبعا الزمن ده بتميزه كلماته اللي هي just already ever never. just توا او حالا او بالفعل ever من قبل never ابدا. بيجي قبلهم have او has وبعدهم التصريف التالت. يعني في الغالب بيفصله. بيجوا في النص بين have او has والتصريف التالت. كمان عندي كلمة already ممكن تيجي في اخر الجملة. ولو جات اخر في اخر الجملة ده اخد بالك تأكيد اكتر. يعني I have sent the reports already. انا بعضت التقارير بالفعل. have او has already في الاخر. يات وسوفار وابطلناو. معناهم بعد او حتى الان. ودول بيجوا في الجملة المنفية او الجملة السؤال. يعني قبلهم have او has والتصريف التالت. ماشي? في انه جملة النفية او السؤال. يعني have you finish ده سؤال. have you finish the test yet or already you should hurry yet. عايز تجاوب بالنفي يقول no I haven't finished the test yet. انا ما خلصتش الاختبار لسه. تمام? طب بصوا لو كان السؤال كده. have you finish the test? you are so clever. انت شاطر جدا. هنا مش هتنفعيات لان السؤال ده انا عارف اجابته وبستعجب من سرعته او من شطرته ان هو رد او حل التاست كله اه بالكامل. يبقى have you finish the test already. انت فعلا خلصت الاختبار ده انت شاطر اوي. كلمة lately or recently. افتكر ان كلمة lately بتيجي في الاسبات والنفي وكلمة recently is bad بس. مهمة اوي. lately اسبات او نفي recently is bad. والاتنين مع المضارع التام. يعني قبلهم have او has والتصريف التالت. وزي ما شفنا في امسال من شوية بيجوا في اخر الجملة. it's خد بالك من الصغة دي. it's اللي هي بتسوي it has been. it's او it has been. مدة. ثم since. ثم فاعل ثم post. يعني تقول كده. it's two weeks. او it's two years. since i lost. c لا. c ما فروح تبعي. so. يبقى since فاعل post. it's مدة since post. the last time بيجورة فاعل. او فاعل the last time. يعني ممكن تقول the last time i visited. او i lost visited. visited. يعني post symbol. هنا مش هنفع اقول sense خالص. هقول when. يعني اقول was. مدة ago. يعني اقول كده. the last time i visited Cairo was two weeks ago. او. the last time i visited Cairo was in. وتاريخ في الماضي. was in two thousand twenty. في الفين وعشرين. او. the last time i visited Cairo when i was young. لما كنت صغير. يبقى ايما was زائد مدة. مع ago. ايما was in تاريخ في الماضي. ايما وين فاعل post. واخد بالك الجملة كلها post symbol. يعني ايه? the last time i see Sara. لا. المفروض تبعي so. اخر مرة شفت Sara was two years ايه? اجو يا باشا. اهي الصيغة الاولى. the last time. والفاعل i. so. فاعل ماضي بسيط. Sara was two years ago. was مدة ago. او. i lost so Sara. انا اخر مرة شفت Sara was two year ago. او. i lost so Sara was in. مش sense. ايه? هتقول لي هنا sense عشان الجملة past. الجملة ماضي ما تجيش مع sense. تيجي مع in. in وطريق في الماضي بقى الفعل بتاعها past symbol. افتكر الكلام ده كويس عشان احنا بنحل. i lost so Sara. اخر مرة شفت Sara was. لا مش ما ما يكونش وز بقى when i visited here. مش ال was. وقول when i visited here عطول. اخر مرة شفت السهرة لما زرتها في القاهرة. طبعا من اشهر كلماته هي sense وفور. خد بالك ان بيجي قبل sense. طبعا الاتنينة بيجي مع المضارع التاني. يعني هاف او هزو التصريف التالت. وممكن مضارع تان مستمر كمان. بعد sense. لو كان فيه جملة يعني فيه فعل. الفعل يكون past symbol. يبقى حفاظها لي كويس. او sense قبلها مضارع تان بعدها past symbol. او تاريخ. تاريخ. هنشوف ازاي. فور بيجي وراها مدة. مدة. يعني فور two years. since 2020. انما sense zen. sense zen يعني مين ساعتها او مين وقتها ايه اللي بالدنيا. يعني هات المضارع التاني هنا هو. وهات البست سيمبل هنا هو. يبقى بعدها قبلها past symbol بعدها مضارع تاني. ماشي? لو طبقنا القاعدة ادي sense هي قبلها مضارع تاني بعدها has lived. بعدها past symbol يبقى دي returned. طب لو خلناها since zen. هي ايه نفس المعنى على فكرة? هي returned from abroad. رجع من برا. since zen. ومن ساعتها هو عايش في القاهرة وما سابهاش. يبقى حدث لسه موجود. لسه اصله موجود. نقول الجمل عليه بقى I have worked in a bank twenty eighteen. بما ان ده تاريخ فهنقول since. since twenty eighteen. طب لو قلنا I have worked in a bank since. ممكن اقول ايه تاني? ممكن نقول تاريخ اخر اللي هو my graduation. يعني منذ تخرج اللواء الفين وطمانتاشر برضو. طب لو عايز اعمل جملة. لو قلت I have worked in a bank since I. حاول graduate دي الى verb وعملها في الباست. since I graduated منذ ان تخرجت in twenty eighteen. لو عايز تبقى بفور بقى حسبها بالسنين. I have worked in a bank for five years. انا بشتغل في بنك من خمس سنين. نوت لاحظ الاتي. he wrote ولا has written short stories for twenty years he still write short stories. بما انه he still writes مازال بيكتب قصص خصيرة يعني بدأ ولسه يبقى has written. انما دي he wrote ولا has written short stories for twenty years. now he writes poetry. بس دلوقتي هو بيكتب شعر. يبقى هو بطل يكتب قصص قصيرة يبقى هي رود فقط. يبقى لو الحدث لسه لسه شغال او لسه لأسر هنقول مدرعتهم لو الحدث خلص يبقى ماضي بسيط. حتى لو كان فيه four. ده بقى بيأكد استمرار الحدث الآن. زي ما فهمتك قبل كده. حدث بدأ في الماضي ومستمر في الحاضر وهينتهى في المستقبل. بيتكون من ايه? بتكون من هاف او هاس بين والآي ان جي. ويعبر حدث بدأ واستمر حتى الآن. يعني هاي زي هاف بين ستادينج قول دي. هما بيذكروا طول يوم بدأوا ومستمرين في المذاكرة ولسه ما خلصوش. ماشي? زي ما قلت لك قبل كده حبيتك وبحبك وهحبك على طول. بدأ في الماضي ومستمر في الحاضر هينتهى في المستقبل. الولد عمالي عائد فور تري اورس ناو. بقى له تلات ساعات دلوقتي. يلا يدفلق. عمالي يتصل بيك سنس يستر دي افتر نون. من مبارح بعض الظهر. لغاية دلوقتي عمالي يحاول يكلمك وانت ما بتردش عليه. عشان كده الحاجات اللي بيتميزه هي اول داي اول ويك اول افتر نون اول ايفنينج فور وناو. فور ونوت يت. سنس لاتلي رسنتلي اوفر دللاست فيو منت. خد بالك بقى لا جست ولا ولا ايفر ولا بيجو معها زمن المدارع التام. التام المستمر لأسف ما يجوش مع المدارع التام المستمر. ولسه ما خلصتش. يبقى بدأت ولسه ما خلصتش. يد جاية في الاخر على ها? يد ما بحطهاش مع المدارع التام المستمر انا حطتها مع المدارع التام هو. ولا 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 بقى له سنتين دلوقتي. دلوقتي يعني لسه لسه بيدرس انجليز يبقى هو بيدرس انجليزي بقى له سنتين دلوقتي. يستخدم الزمن ده مع الأفعال بتاخد وقت. ده استغرق وقت زي تيتش يدرس. انا بدرس بقى لي عشرين سنة وما زلت. يتعلم يطهي يطبخ يعني ينام يلعب يجري وهكذا. افعال بتاخد وقت طويل في عملها. يعني بتمطر بقى لها ثلاث ساعات دلوقتي ولسه شغالة. على النقي فيها افعال تانية ما ينبعش تجي في المستمر هنقرها بعد شوية. هو شغال هناك منزو ان اكتاز امتحاناته لسه شغال. هو بيشتغل بقى له فترة طويلة. او لاحظ استخدام المضارع التام. لاحظ استخدام المضارع التام بدل التام المستمر. مضارع تام يعني هاف او هاس والتصييف التام بدل هاف او هاس بين. امتى? ما ينفعش يجي مضارع تام مستمر لو كان الحدث ما بيستغرقش وقت طويل. زي ايه? زي يحيي. يبدأ. الافعال دي ما بتاخدش وقت في حدوثها فما يجيش مستمر. يغلق يتعطل يحرز. ينضم او يلطحق يترك يوقع. صاحبي بالمنطق كده حتى انا لو ما قلت لكش الافعال دول. صاحبي مبسوط لانه انضم للجيش ولا عمال ينضم للجيش. لا انضم وخلص. الحدث ده ما بياخدش وقت في حدوثه. انا بدأت الدرس ده من ساعة ما سامي وصل. ها بدأت ولا عمال ابدأ? بدأت طبعا. يبقى انا فتحت الباب ولا عمال افتح في الباب مرات عديدة بقى لي ساعة دلوقتي. حتى لو بقى لي ساعة يبقى انا فتحت الباب كذا مرة. مش عمال افتح في الباب كذا مرة. كمان لو ذكر عدد المرات اللي قمنا بها بالحدث. يعني ايه? يعني مونة نقط مي ثري ايميلز. مونة بعتت لي ولا عمال اتبعت لي في ثلاث ايميلات. نفس الثلاث ايميلات بتابعت فيهم? اكيد لا. يبقى هاس سنت مش هاسبين سندج. كمان في حالة وجود افعال الحواس اللي هي افعال الحواس والشعور والادراق. زي اجري ووافق. يؤمن. فيل. هيت. نو. لايك. مين. بريفير. تينك. ويش. اندرستاند. يعني ايه? يعني الحاجات دي هامستر ما بيجيش مضارع تان مستمر. تيجي مضارع تان بس. يعني اي هاف نون ولا اي هاف بين نوينج هم فور تين يارس ناو. انا عارفه بقى لي عشرة سنين دلوقتي ولسه عارفه. بس الفعل انه ما يجيش مستمر ما يتحطلوش اين جي يعني. يبقى اي هاف نون. اي هاف اوند ولا هاف بين اونج دي سووشنج ماشين فور فايف يارس ناو. اللي غسالة دي عندي بقى لا خمس سنين دلوقتي ولسه عندي. بس ما ينفعش اقولي انا عمال امتلك في الغسالة. لا انا بامتلكها. يعني انا مش سايب حياتي وشغلو عمال امتلك في الغسالة. هي هاس بين ولا هاس بين بينج. الفعل ده بالذات ما يجيش مستمر خالص. يبقى هي هاس بين مش هاس بين بينج. يلا بينا نحل بقى على المدارع التام والتام المستمر. انا قلت لك اني سنس قبلها مدارع تام يبقى بعدها باست سيمبل انا ما كتبتش جواب من ساعة ما سافرت الانجلترا. انا معلم لك على الكلمة اللي بتدل على الزمن. يبقى احنا بنواجه بعض المشاكل المؤخرا فيه ارياضيات. انت كنت فين? وهب بني عند راح ورجع اخد بالك. يعني هو انا بسأله لانه هو راح ورجع. انت كنت فين? يبقى احنا مستنينك بقى لنا ساعة و لسا الغد دلوقتي مستنين. انا ما شفتوش. ده تاريخ. يبقى سنس. سنس التاريخ اللي موجود. سنس 2005. انا ما قبلتش ناس مشاهير. مؤخرا مجيش في النفي. يبقى لتلي هي اللي بتجي في النفي يا مستر. اه ديس دراج. الدوة ده اخد بالك الدوة ده فاعل ولا مفعول لو كان. لو كان الفاعل يوز الدوة ده. مفعول. وعندك كلمة يات يبقى هازن تبين يوز ديات. لم يستخدم بعد. سنس 2006. منزو منزو 2006. سنس تاريخي. يبقى التاني مدرع تام. من سنة 2006 هم سافروا لفوا العالم كله. انا سمع انك شغال في بتاع سيدي ماركت. قال له ياس. اي نقط زير فور امانس. انا شغال هناك من شهري با اي هاب بين ووركينج. ومازلت شغال. علاء از نيرفوس. علاء مددقة او متوترة. خد بالك حط لي خط تحت از دي. بيقوسش نقط اتوك تو دا كلاس بفور. يبقى بيقوسش هاز نيفر جيفن. ليه عشان في اثر انها عمرها ما قالت كلمة في الفصل. الاصر. اثر لده انها متوترة دلوقتي. يبقى حدث له اثر. اي نقط تويرب. بعدين في كلمة اصلا. اي نقط تويرب. يبقى اي هاف نيفر بن. اي هاف نيفر بن. انا عمري ما رحت ييرب قبل كده. اي نقط ماي فريند عصام سنس توينتي تن. يبقى اي هاف انت مت لانه قبل سنس مضارح تام. هي استعد. هو تعبان. بيكوز هي نقط. هو تعبان ليه? بيكوز هي هاز بن رانينج. عشان كان بيجري فترة طويلة. ماشي? تأثير برضو او تفسير التعب بتاعه. اي نقط تو بي ا دكتور. من ساعة ما كان عندي عشر سنين. يبقى اي هاف وانتد. قبل سنس مضارح تام. it's more than twenty years. it's مدة سما since since past. it's more than twenty years since i traveled abroad. عدى اكتر من عشرين سنة من ساعة ما سافرت بره. سالما نقط تنس since she was five years old. يبقى سالما هاز بلايد تنس. بتلعب تنس من ساعة ما كان عندها خمس سنين. the children are tired because they know it all day. the children. الاطفال. متعبين. because they have been playing. عشان بيلعبوا طول اليوم. have been playing. oh i not my passport. what should i do? هو بيقول اوه. انا ضيعت الباسبورت بتاعها عاملي دلوقتي. يبقى اي هاف لست. يبقى حد استم حالا وكمان لي افر. i have not been to the zoo. يبقى اي هاف نيفر بن. عمر ما روحت الزو قبل كده. تامر نقط a lot of health problems since he started living in that polluted city. في سنسة هي بقى لها مضارع تامي بقى has had. بيعاني من بعض المشاكل الصحية. احمد نقط his leg. he cannot play football today. يبقى احمد has hurt. في اثر. انه مش هاف يلعب فوتبول عشان اصاب رجله. this is the best book. ده افضل كتاب ذات اي. الصيغة دي بتاخد اي 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 هاف افر راد. ده افضل كتاب اريدته من قبل. مونة is very بيزي. مونة مشغولة جدا. هي نقطة housework for a long time. يبقى she has been doing. هي بتعمل في شغل البيت بقى لها فترة طويلة. هاف يو انت عارب بعد هاف عايز تصريف تالتي. يبقى هاف يو cooked the lunch yet طبقة الغداء ولا لسه. سالي هاز already نقطة writing the poem. سالي هاز already started. بالفعل بدأت كتابة القصيدة. number 25. you enjoyed. طبعا لا did ولا do. اصلا. لان دو وديد عايز الفعل المصدر. وده مش مصدر. ولو or قلناها مع enjoyed يبقى الجملة مجهول. يبقى الجملة هتبقى have. have you enjoyed. هل استمتعت بyour holiday? your time? they haven't finished. ما خلصوش شغلهم عشان يات. we haven't meet each other. ما قابلناش بعضينا. نقطة last year. last year. ده طريق يبقى sense. منذ العام الماضي. I have lived in Giza. عايش في الجيزة the last three months. يبقى عايز اقول عايش في الجيزة منذ آخر الثلاث شهور يبقى for the last three months for عشان فيه مدة. دول الثلاث شهور. I have been to Alexandria. I wish I could. انا نفس اروح بصراحة. يبقى I have never. لانه بيقوله النواحة التانية I wish I could نفسي اعمل كده. many laws. قوانين كتيرة. نقطة the members of the parliament lately. يبقى قوانين كتيرة تم سنها. يعني اه اه اصدرت يعني. يبقى have been passed. have been passed. وخد بالك لوز جمعة ما تقوليش has. prices in the shops. الاسعار في المحلات. in the last few years. يبقى have rising. have rising. is there that? اي نقطة from him. since he went. ابلي سنس مدرع تامي. but I haven't heard. انا ما سمعتش اخبار منه من ساعة مسافر برة. اي نقطة such genius man. مثل هذا الرجل العبقري. he can solve any mad problem. but I've never met. عمري ما قابلته واحد عبقري زي ده. we not living here for ten years and we wish to complete our life here. هو بيقول ان احاية التانية بنتمنى نكمل حياتنا هنا. يبقى لسه عايشين. يبقى we have been living. have been living. مدام لسه مستمر. مروة lost drove a car. lost. اخر مرة مروة ساعت عربية ما تقوليش سنس. لان سنس قبلها مدرع تام. يبقى وين. قبلها ماضي بسيط. بعدها ماضي بسيط. اخر مرة ساعت عربية لما كانت في اسكندرية. اماني has just not bears to twins. اماني has just given bears. اماني ولدت توام. has given bears to twins. خد بالك ان في حاجة اسمها has gone to has been to. has gone to راح ومرجعش. has been to راح ورجع. في الجبنة سبعة وتلاتين بنقول يارا to the supermarket she is at home now. هي في البيت دلوقتي. يعني يارا راحت ورجعت يبقى has been to. هنا بقى يارا to the supermarket وبيقولي she is still zero. يعني هي ما زالت هناك. يبقى معنى كده. راحت ومرجع راتش. يبقى has gone. هنا my friend not a tennis for three years. بس خد بالك بيقولي but now he plays football. بس دلوقتي بيلعب كرة قدم. يعني معاتش يلعب تنس. يعني ما تقوليش has played هنقولها played. طالما الحدس خلص. my friend not a tennis for three years. he is very good tennis player now. هلعب تنس كويس جدا دلوقتي. يعني ما زال بيلعب. يبقى he has played. number forty one. has your daughter made dinner? I cannot believe it. انا مش مصدق. it's so fast. يبقى السؤال ده سؤال تعجوبي هيبقى already. انما has your daughter made dinner yet? بنتك عملت العشا ولا لسه عشان I'm hungry انا جعاني. يبقى ده بيستفسر لسه. my brother not the faculty of medicine since twenty fifteen. يبقى عشان سنس هنقول has joined. طبعا الناس بتشوف اللي وراها تقول my brother has joined برضو. بس اخد بالك هنا بيه in. يبقى اخوية التحقة بي. يبقى joined بس مش has joined عشان in twenty fifteen. لو since has joined. لو in وترف في الماضي يبقى best sample. I have worked here last five years. lost من غير زى يبقى منزو اخر خمس سنين. انما هنا I have worked here the last five years. يعني طول الخمس سنين اللي فاته كده بقت مدة تاخد four. مستر اشرف is my friend. we not each other four years. طبعا هنقول have none. وما تنفعش اي مستمر فيها. اي زمن مستمر ما ينفعش فينها. he hasn't visited us. مزرناش. he must be busy. آآ اللي بتيجي بالنفي منهم كلهم هي lately. مزرناش مؤخرا اكيد هو مشغول. اول رواية لها was published in nineteen ninety eight. and the note she hasn't looked back. يبقى وي من ساعتها. ومن ساعتها هي مبسطش ورح. الحكومة بانت الكاسين من الكبار العلوية بانت مؤخرا. زمن الماضي التام. الزمن ده سهل قوي برضو كالعادة هنعرفه اكتف وباسف. الاكتف بيبدأ بفاعل يبقى هاد والبي بي. زي ما عملنا في المضارع التام هاد والبي بي هتبقى هاد بين والبي بي. الاكتف بيبدأ بفاعل الباس بيبدأ بمفعول. ودي علامة من علامات الزمن ده مهمة قوي. زي اصدار توينتي توينتي زي او هاد بيلت او هاد بيلت ان يو ساكند ريس كول. لا هنقول هاد بيلت عشان ده الحدس الاول. وباي زي توينتي تعتبر حدس تاني. عايز اعملها باسف ان يو ساكند ريس كول بدل هاد بيلت تبقى ايه هاد بين بيلت مدرسة اتبنت الزمن ده حدث كان ليه تأثير في الماضي او حدث اول في الماضي اعرف ده كويس قوي حدث كان ليه اثر في الماضي او حدث اول في الماضي بص كده معنا وجملك كده الوحدة شيكسبير كتب سبعة وتلاتين مسرحية اه لهو اثر لا حدث ليه اثر في الماضي ولا حدث اول في الماضي يعني ما ينفعش ماضي تام ولا مدرع تام هتبقى ماضي بس الاسم شيكسبير ده كتب سبعة وتلاتين مسرحية طب لا قلنا شيكسبير رايس ولا هاد ريتن ولا هاد ريتن تلاتين سبعة وتلاتين مسرحية بفور هيدايد بقى في حدثين الراجل ده كتب سبعة وتلاتين مسرحية بعدها مات بس كتب الاول يبقى هاد ريتن يبقى الماضي تام حدث اول في الماضي او حدث كان ليه تأثير في الماضي. بتح نأكد الكلام ده. اي ام دي خط بالك مش ووز ها? ام نوت هانجري. ايه? ايه? لان الزمن اللي لسه شرحينه المدارع تام بيعبر حدث له اثر في المدارع. توب لو خلينا ام دي ووز. قال لي اي ووز نوت هانجري. يبقى خلي المدارع تام ماضي تام. انا ما كنتش جاعني عشان ما كنت واكل فطار كبير. أثر في المدارع مدارع تام أثر في الماضي ماضي تام I understood or had understood the lesson The teacher explained or had explained اللي حصل أول المدرس طبعا شرح الدرس يبقى had explained to her, خليها ماضي تام بعدها أنا found I understood يبقى الحدث الأول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط The children ate or had eaten What their mother cooked or had cooked طبعا الأم طبقة الأول يبقى had cooked وبعد كده هما أكلوا يبقى الحدث الأول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط حدث أول في الماضي يبقى بيعبر حدث أول في الماضي أو حدث كان ليك تأثير في الماضي طبعا علاماته after when and as once and the moment دول بيجيب بعدهم الحدث الأول يعني الماضي التام قبلهم الماضي البسيط حدث تاني after لو جت من غير فاعل من غير فاعل بجيب S مع A and G ده كده الحدث الأول والماضي البسيط حدث تاني هيفضل زي ما هو يعني after they paint the house بعد ما دهنوا البيت دهنوا البيت الأول يبقى had painted they furnished it هما فرشوه طب لو قلت after ما فيش فاعل ما فيش زي يبقى after ايه painting the house they furnished it طبعا عايز اقول after the house بعد ما البيت الدهن يبقى after the house بدل had painted اقول ايه had been painted it حول دي للبسيط ده الماضي البسيط اللي احنا قلناه من شوية يبقى it was furnished it furnished الماضي البسيط في المجهول was aware والتصريف التالت يا ريت تسجي الحاجات دي مهمة قوي when she went back home لما رجعت البيت she found وجدت انها she wrote ولا had written ولا has written the wrong essay the day before لما رجعت البيت اكتشفت انها كتبت المقالة الغلط اليوم اللي قبله لو رجعت كده وفكرت هتلاقي اقدم حدث في دول انها كتبت المقالة الغلط وبعد كده رحت المدرسة وهناك اكتشفت انها كتبت المقالة الغلط ماشي اقدم واحد had written يبقى وين وعاست ونعاس ممكن تلتة احداث وراها هيبقى past حدث ثاني والpast حدث ثالث الحدث الاول هيبقى past perfect هتلاقيه في اخر الجملة كمان طب بصك نقطة the thief they put him in prison having arrested في حاجة اسمها having been وراها تصريف تلتة عطول having arrested the thief بعد معناها بعد بعد القبض على اللي هم وضعوه في السجن طب لو ما كانش فيه هنا زاسيف لو عايز اقول بعدها انقبض عليه اعملها بس having والتصريف التالت في المجهول تبقى having been والتصريف التالت ليه هنا having been عشان ما فيش مفعول هنا ما فيش زاسيف هنا يبقى having been arrested بعد انقبض عليه يبقى having يا جماعة بيجوا اراها تصريف تالت والنحية التانية ماضي بسيط حدث ثاني وفي المجهول having been والبي بي ده كده في المجهول before عكس after before يعني قبل by the time قبل by or when يبقى دول عكس after احنا قلنا قبل كده علامة ان الماضي التام after after before before الماضي التام بيجي بعد after وقبل before after يعني بعد يبقى بعدها ماضي تام before يعني قبل يبقى قبلها ماضي تام الماضي التام after after before before والتاني طبعا ماضي بسيط before لو ما فيش فاعل زي after بالزبط بس دي معناها قبل بيجورها اسمع ing لو ما فيش فاعل يبقى انها التانية الماضي التام الحادث الاول before he traveled قبل ما يسافر he had booked ده الاقدم حاجز التذكرة طب لو قال لي before travel بس يبقى تبقى ing before traveling يبقى before وافتر بيجورها مع ing having بيجورها تصريف تالت he had booked اتكه طب لو قال لي before travel ممكن اعمل من travel اسم اه before his travel قبل سفره he had booked اتكه حاجز تذكرة by زي التاريخ في الماضي ماضي تام او by ممكن اقول by the age of twenty قبل عمر قبل ما تم عمر العشرين i have learned i had learned انا اسف انا كنت اتعلمت السواقة يبقى had learned حدث اول وبعد كده تمت العشرين حدث تاني by twenty fifteen قبل الف وين وخمستاشر برضو they had design the new capital city كانوا صمموا لعاصمة الاداريات الجديدة until we tell بعدها ماضي تام حدث اول had will be قبلها ماضي بسيط منفي احنا متعاودين الماضي البسيط بيتنفي didn't do المصدر ده صحيح لو في فعل didn't do المصدر طب لو مفعول يا مستر اعمل didn't do المصدر في المجهولة بقى وزن تأور انتو التصريف التالت لازم تفهم كويس يعني مثلا she not leave the house until she take her bag يبقى she didn't leave هي اللي فاعل ها هي فاعل ما ثابتش البيت اللي لما she had taken her bag اخذت شنطتها طب لو جينا قلنا she refused to leave the house she refused هل هقول didn't refuse لا هي refused لوحده فاعل ما فاعل معناها نفي يعني هو هي رفضت تسيب البيت لغاية ما خدت الشنطة بتاعتها لاحظ after that بتساوي before before that بتساوي after يعني واحد بيقول i wash but after that i pray انا اه اه اتوضيت وبعد كده انا صليت اتوضى الاول يبقى هاد وشت وبعد كده اصلى يبقى prayed بريزدن سادات داي الرئيس سادات مات in 1981 فالف تسعمية واحد وتمانين before that قبل ما يعمل كده اور ارمي كروس يبقى جيشنا عبر الاول هتبقى هاد كروس الرئيس بعدها مات يبقى ضايت نسونر تاخد زين hardly تاخد win skirsel تاخد win بعد زين او win بنجيب past simple اللي هو الحادث التاني وهنا بنبدأ بالحادث الاول بنجيب الفاعل ثم هاد وبنحط نسونر a hardly skirsel وهنا التصريف التالت يعني ايه يعني نسونر بتيجي بين الماضي التام في قلب الماضي التام بين هاد والتصريف التالت بص كده المسال ده. بنقول. هو ساب المبنى. ثم المبنى وقع. عايز اقول يدوب. هي معناها يدوب. او لم يكد ان يحدث الا ان. عايز اقول لم يكد ان يغادر المنزل والا المنزل وقع. هقولها ازاي. اقول هي هاد نسونر زين اتفل داون. هي هاد نسونر اي نسونر جاد بعد هاد وقبل. اه اقولها بسكيرسلي او هاردلي اقول هاردلي هاد هاد هيد 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 تالت. خد بالك ان ممكن بدل هاد يكون بس بعد الفعل مصدر. يبقى هاد فاعل تصريف تالت او ديد فاعل مصدر. هاد فاعل تصريف تالت او ديد فاعل مصدر. بعد سان كده كده ماضي بسيط. لان احنا ممكن نقول قلنا قبل كده ان الماضي البسيط ممكن يحل محل الماضي التام. ركز كويس. يعني الجملة اللي فوق دي بدل ما اقول ان هاد هي ممكن اقول ديد هي ليف. لو دي ليف يبقى ديد. لو دي ليفت يبقى دي هاد. اوكي? ات وز اولي وين تاخد ذات. ات وز انت انتل تاخد ذات. نوت انتل تاخد ذات. سهل قوي. هنا بس بالترتيب العادي. الفعل ثم هاد ثم التصريف التالت. بعد ذات تعال نشوف الجملة اللي كانت معمولة بنصونر. احنا قلنا نصونر في اول الكلام هاد هي ليفت وهنا زان. طب لو عايز اقول ات وز اولي وين. يبقى ات وز اولي وين اعدلها. بدل هاد هي تبقى هي هاد. الترتيب العادي. خد بالك من الحاجات دي عشان مهمة قوي. ات وز انت انتل هي هي. بس ات وز انت تاخد وين? ات وز انت تاخد انتل واللي اتنين في النص معهم ذات. نصونر تاخد ذان. هارد لتاخد وين? وسكرس لتاخد وين? ات وز انت انتل هي هاتلفت ده بلدنج ده تتفيل داون. اخر حاجة بص احنا اخدنا مع قبلها بيجي مضارع تام هاب او هاز والتصريف التالت بعدها يعني بقول اي نقط سالي مضارع تام يبقى انا ما شفتش سالي من ساعة غادرت القرية بتاعتها. كده معنى الجملة دي ان انا لغاية دلوقتي ما شفتش سالي. طب لو الجملة دي تعدل فيها حاجة ركز معا كده. لو حطنا ماضي بسيط قبل المضارع التام ده الجملة منفصلة فيها ماضي بسيط. في الحالة دي سينس هيجي قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط. طب ازاي مش فاهمت? تعال بص. الجملة اللي فوق بتقول انا ما شفتش سالي من ساعة مسابة القرية. يعني ما شفت السالي من ساعة مسابة القرية لغاية دلوقتي. هنا قال لي قايمت سالي لاست ويك. انا قابلت سالي خلاص الاسبوع اللي فات. بس انا ما كنتش قبلتها من ساعة مسابة القرية. في الحالة دي ما اقدرش اجزم وقول ان انا لغاية دلوقتي ما شفتهاش. يعني ما اقدرش اقول اي haven't seen. لان الحدث ده تقطع بان انا قابلتها الاسبوع اللي فات. بس ما كنتش قبلتها من ساعة مسابة القرية. اقولها ازاي يبقى hadn't seen. يعني لو جملة اتفصل الحدث بان انا قابلت سالي دي بحط الفعل. ماضي تاني. يلا بنا نحل على الماضي التاني. زي ويل جو اوت ويد اس افتر زي. هما هيخرجوا معنا. افتر زي ركز بقى معاك كويس. الجملة دي فيها ويل جو اصلا. هيخرجوا. الجملة مش ماضي تام زي ما اه كان فيه جملة زيها في الهومورك. يبقى افتر زي. المفروض ان انا بعد اه بعد افتر اجيب بريزن سيمبل او بريزن بيرفكت طالما قابلها فيوتشر. يبقى افتر زي تيل اس. مفيش تيل. مفيش تيل. بس فيها هاف تولد. يبقى هاف تولد بدل تيل. ليه مستر عشان فيه قابلها مستقبل. طب ليه مش هاد تولد? هاد تولد يا بابا لو كان افتر قابلها ماضي بسيط يبقى بعدها ماضي تام. يبقى الحدس اللي قابل افتر مقترم باللي بعد افتر والعكس. احنا وصلنا نص ساعة متاخر. زي فيلم هاف اناور ايريا. الفيلم نص ساعة بدري بقى الفيلم بدأ بدري بدأ الاول يبقى هاد بي جان. هاد بي جان حدس اول. اول ما وصلنا المدرسة. الدرس الاول بي جان. محدش يقول لي هاد بي جان يا مستر ليه لما قالكش انه فاتنا زي الجملة اللي فوق دي مسلا انه بدأ بدري او كده. لا لو قالك انه فاتنا الدرس يبقى هاد بي جان. بس طالما ما قالش يبقى الترتيب العادي تاع الجملة. وصلنا المدرسة ثم الدرس بدأ. زي الوير فلاتس. كان في فائدنات بي كوزت نقط فور ثري ديز. في فور ومدة. والجملة بتقول الاولانية زي وير. زي الوير كان هناك. طالما ماضي. وير الغلي هاس بين رينيج ورينز. وز رينيج مجيش مع فور ومدة. يبقى هاد بين رينيج. لانها كانت عمالة تمطل لمدة تلات ايام. اه اينو ادفين بيفور اي ريد بوك. اه بيفور اي ريد بوك. قبل اما اقرأ الكتاب. يبقى اي هاد اولي سين. انا شفت الفيلم حدث اول وبعد كده قرأت الكتاب. شي سلبت افتر دي ماسورجيز. هي نامت بعد ما الرسائل ها. المفروض رسائل ارسلت الاول. ده حدث اول. اخد بلك الرسال دي مفعول يبقى هاد بين سنت. بعد ما رسال ارسلت لصحبتها. ذا ثيف بيفور هي لفت زا اوفيس. نفس القصة الحرام اتقبض عليه قبل اما يسيب المكتب يبقى طبع ده ليه حدث اول يبقى حدث اول وماضي تاني. او المنال خلصت مذاكرة. ده حدث اول يبقى حدث تاني. فرجت على التلفزيون. بعد ما هدى اصد فستين كتير. جربت او اصد فستين كتير حدث اول يبقى حدث تاني. قررت اشتري الاخضر. لما روحت البيت انا كنت تعبان جدا. كنت باشتعل عشان خاطر كلمة محدش يختلي جملة مدرع. لان الجملة نفسها فست. لانه كان ساب الحفلة قبل وصولي. يبقى ساب الحفلة. ساب الحفلة. حدث اول يبقى هاد لافت. ونقط اور لانش. انتيل ماي فاضر هاتكم باك. احنا ما تغدناش ان لما بابا رجع قبل انتيل. هيجي ماضي بسيط منفي لو بعدها ماضي تاني. بعد انتيل ماضي تام قبلها ديدنت والمصدر. احنا ما قبلناش او احنا لم نتناول الغداء. هو جاوب الامتحان. ما عنديش فاعل بعد افطر يبقى افطر ريدنج. بعد قرية الاسئلة بحرص. قبل ما قبل عليه نقط شوبينج. قبل ما قبل عليه كان خلص الشوبينج بتاعه. يبقى هاد فنشد. افطر اي نقط ده اه بوك اي جافت تو ماي فرين. يبقى بعد ما قريت الكتاب يبقى افطر اي هاد ريد. حدث اول. ولو ما فيش اي كنا قلنا ريدنج. هي كانت تعبانة اووزها وتفسير لحدث في الماضي. تفسير لحدث في الماضي او اثر في الماضي. هي كانت تعبانة لانها كانت رحت للفراش متأخرا الليلة لقبلها. ببقى ان ده الحدث الاول انها نمت مبارح متأخر يبقى هاد بن. هاد بن ليد. كريم فيل اسليب. كريم رح في النوم during the match. اثناء المباراة. بقى ان ده نقطت في الماضي. يبقى بقى نفس القصة. رح ينام متأخر فبالتالي صحي النهاردة نام اثناء المباراة. هو خلص التدريب بتاعه بقى ان ده حدث اول يبقى حدث تاني. ماضي بسيط. حدث الاول ماضي تامل حدث تاني ماضي بسيط. ونقطت تنس فور only a few minutes when it started raining. يبقى وي عايز يقول احنا كنا بنلعب تنس لما بدأ التمطر دي وين خد بالك. ما تختلش اي مضارع يبقى هاس بلايد لا. وبعدين اه اه فور ما تجيش مع الماضي المستمر يبقى هاد بن بلاينج. احنا كنا بنلعب تنس لمدة دقائق قليلة. كنا مستمرين. لما الدنيا بدأت تمطر. باي تونتي تولف قبل الفين وعشرين. اينو اثري نوبلز. تلات روايات ما تجيش مع المستمر خالص. طالما في عدد ما فيش مستمر يبقى اي هاد ريتن. انا كنت كتبت تلات روايات. ده كان انجاز عظيم ليا. بريزدن ساداد ضايد ده اللي احنا قلناه في المسال الرئيس الساداد مات. بفور ذات قبل كده اول ارمي هاد كروزد ليلا ان جيشنا عبر القناة الاول. وبيفور ذات قلت لك بتساوي افتر. احنا وصلنا الكافي. ده ماتش بيجان. الماتش بدأ. يبقى افتر ذات. وبعد كده الماتش بدأ. وصلنا وبعد كده الماتش بدأ. هل ذهبت للحفلة? قال لي نو. انا لم ادعو. اه هي دي عشان انا لم ادعى. يعني انا مفعول. اي وزنت لم ادعى. بسف. اي نقط علي. بعدها بقبلها مضارع تام. اي هافنت مت علي. انا ما قبلتش علي من ساعة ما كنا في اسكندرية. بابا طلع معاش الاسبوع اللي فات. خد لخط كده تحت اول هز لايف. دي اللي هتخلينا نختار هاد بين ووركينج. طب ليه مستر مش هاز بين ووركينج عشان هو مش بيشتغل دلوقتي. هي خلاص. طلع معاش. اي ميت علي لاست ويك. انا قبلت علي الاسبوع اللي فات. قبلته خلاص. بس انا ما كنتش قبلته من ساعة ما كنا في اسكندرية. يبقى ما تقوليش اي هافنت مت. اي هاد انت مت. ما كنتش قبلته. لو ما فيش الجزء الاولاني من الجملة كنا قلنا اي هافنت مت. ماي برادر. نقط انكاهرو سينس هي ووركين از ادوكتور. يبقى ماي برادر هاد هاز ليفد. هاز ليفد. عايش في القاهرة من ساعة ما كان شغال طبيب. منزو ان بدأ عمله كطبيب. ولسه الغايد دلوقتي شغال. ماي برادر موف تو زأزي. اخويا انتقل الى الزأزي امان في اجوه. من شهر. بص بقى الفرق من ديون دي. هي نقط انكاهرو سينس هي ووركين. هو دلوقتي مش موجود في القاهرة. يبقى هاد ليفد. عايش في القاهرة لما كان شغال او منزو ان كان شغال طبيب بس هو دلوقتي مش عايش في القاهرة. هو عايش في الزأزي. فماقدرش اقول هاز ليفد. I cannot find my wallet. مش لقى المحفظة بتاعتي. which I cannot. which I ايه? كانت مضارع يبقى have lost. اللي فقط تهطب لو كود انت. اهي I couldn't find the wallet which I had lost. لو cannot يبقى have lost. لو couldn't had lost. يعني التوافق للازمنة مهمة. it's the first time. دي اول مرة. we not visited the museum. it is مضارع. يبقى we have ever. طب لو it was the first time. يبقى we had ever. سهل قوي. got his degree. من اللي بيجو وراها تصريف تالت هي having. having got his degree بعد احصوله على الشهادة بتاعته. I didn't answer the question. انا ما جاوبتش عالسؤال. يبقى until. حتى I had read the question paper. حتى قرأت ورقة الاسئلة. she not into prison until she had confessed with her crime. يبقى she wasn't put. هي لم توضع بالسجن حتى اعترفت بجريمتها. he had scarcely received the email. لم يكد ان يتلقى الايميل. دي scarcely يا جماعة. يبقى نحط لها وين? scarcely يبقى كانت بتمطر تلج الفترة قبل ما نمشي. ادي هاردلي جات في اول الكلام زي نوسونر بالزبط. يبقى تقول had we arrived. ودي في النص وين هي? he was asked to travel to synoi. يعني يا دوب اول ما وصل طلبة منه يرجع تاني سينا. he had no sooner studied. دي نوسونر يبقى تاخد زان. he had no sooner studied than he watched tv. نوسونر جات في اول الجملة. نقطة he seen. سين تصريف تالت. يبقى مش دهز ولا did. يبقى هاد. طب لو سي كنا قلنا did. لو دي سي مصدر كنا قلنا did. اخر درس معنا النهاردة هي مقارنة الصفات. انا عندي تلات تصريفات للصفة. الصفة كما هي عندي يعني الصفة المقارنة عندي السوبرلاتف التفضيل. في اول نوع من الصفة هي صفة سيارة زي طول زي كلمة nice زي كلمة healthy. في المقارنة بتبقى taller than the tallest في التفضيل. علي is tall. علي is taller than his brother. علي is the tallest boy in the class. nice nicer than the nicest. healthy healthier than the healthiest. ازا الصفة القسيارة سهلة جدا في المقارنة ما فيش اي حاجة. لا بتاخد more ولا بتاخد less. بتعمل مقارنة وتفضيل ب اي ار او اي اس تي. طيب النوع التاني هي الصفة الطويلة زي expensive زي wonderful زي beautiful زي comfortable. في المقارنة بنعمل قبلها more وبعدها than. او less وبعدها than. وفي النص الصفة طويلة. يعني more expensive than او less expensive than. more beautiful than او less beautiful than. more wonderful than او less wonderful than. وهكذا. في التفضيل بنقول the most او the least. والصفة الطويلة. the most expensive او the least expensive. دي قادرة اساسية. في نوع تالت. الصفة الشازة. في المقارنة. good. عندي bad. عندي many. عندي much. عندي a little او عندي little عندي far. good. في المقارنة بتبقى better than. في التفضيل بتبقى the best. bad. بتبقى worse than the worst. many more than the most. much more than the most. little less than the least. far. ممكن تبقى further than بالاي? the farthest. ممكن تبقى further than the farthest. قد بالك ان further لو بالاي تيجي بمعنى اضافي. غير ان معناها ابعد من. يعني تيجي بمعنى ابعد من او اضافي. ده لو باليو بس. الصفات الشازة تقررها كده. تقررها كده. تقول good better than the best. good better than the best. bad worse than the worst. تمشيها تلات اربعة مرات كده عشان تتعود عليها. عندي بقى الملاحظات دي تاخد بالك منها كويس اوي. ما ينفعش حط more او less. في حالة المقارنة. ولا most or less في حالة التفضيل الا لو كانت الصفة طويلة. يعني صفة مش طويلة. زي الصفة دي. traveling by train is cheap more cheap cheaper. انت ليه بتجري على مورة cheap? هي مور دي مع الصفة الطويلة. ودي مش صفة طويلة. يبقى مورة cheap دي غلط. في زان يبقى cheaper زان بس. خلصة. سهلة قوي. traveling by air is not a zan by train. هنا بقى اقول لك بقى traveling by air الصفر بالجو is not a zan. عايز اقول اغلى من. بما ان expensive صفة طويلة تاخد مور. يبقى تحط مور او لسه لو كانت الصفة طويلة. ما تحطها ليش قبل كلمة زي cheap او lucky او طول او happy. تمام? ده اول point. ممكن less than يتحط في النص الصفة كما هي. يعني بيقول yesterday الصفة كما هي يعني من غير اي تصريفات. اقول مسلا less tall less big less large مش larger. yesterday was hot than today. المفروض تبقى yesterday was hotter than. مبارح كان احر من النهاردة. طب لو جملة كده. لما يكون مبارح احر من النهاردة. يبقى النهاردة اقل حرارة من. لو قلنا today is less hot ولا hotter ولا hottest than yesterday. يبقى today is less. ليس عايزة الصفة كما هي اللي هي hot. تمام? as صفة او ظرف. as للتساوي الصفات. في النفي ممكن نحط بدل as الاولانية. صفة او ظرف برضو. as التانية تظل كما هي. يبقى التغيير في as الاولى. لو الجملة في النفي. اه الاتنين دول الصغطين دول بيساوي the same as. the same as. the same as. يعني اقول the same height. the same age. the same price. بص المسال. عادل is as old as رامي. عادل كبير زي رامي. يبقى عادل is the same a. old النون منها age. عادل is the same age as رامي. طب لو جينا قلنا is not so. او is not as beautiful. عشان الجملة نفي حطينا بدل as الاولانية so. ينفع. ريم ما هياش جميلة زي نورة. يبقى اذا نورة and are not the same beauty. مش نفس الجمال. طب لو عايز اعملها كده. نورة is نقط. لما يكون نورة او ريم مش جميلة زي نورة. يبقى نورة اجمل من. يبقى نورة is more beautiful than ريم. عشان نزبط الدنيا دي. as old as بتسوي the same age. قرر الصفحة دي مرتين عشان تزبطها. as expensive as بتسوي the same price. as tall as بتسوي the same height. as high as بتسوي the same height برضو. يبقى طول و high النون منهم height. as wide as the same widths. as deep as the same depths. as fast as the same speed. زا 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 المعتاد ان انا اقول زا most. وهنا زا tallest. زا biggest. زا هيست. بس هقول زا طولر او زا مور او زا هاير لو كان معناها كلما كلما. زا هارد يستطي زا جود ماركس يول جات. لو دي هاردر يبقى دي بتر. لو دي زا هاردر يستطي يبقى زا بيتر ماركس يول جات. يعني كلما تزاكر بجده اكتر كلما تجيب درجات افضل. زا هاي يو جو. in the up in the mountain there less oxygen you will there will be. يبقى زا هاير عشان نحط تانية زا 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 كلما كلما. عندي اخر ملحوظة مهمة قوي. كلمة وقالوت وفار وايفن. كلمة عايزين وراهم صفة مقارنة. دول معناهم بكسير وقالوت وفار وايفن بكسير. عايزين وراهم صفة مقارنة. يعني ايه صفة مقارنة? العمود الوسطاني. يعني طولر بيجر كايندر او صفة طويلة مثلا. دي قطة لطيفة. خد بالك من غيرهم الجملة صح. يعني هنا بنقول انها الطف من قطة صحبتي او صحبي. تمام? الجملة سليمة. عايز اخليها ااكدها اكتر. عايز اقول اجمل بكتير او اجمل بشوية بس هي كده كده اجمل يعني. ادور على واحدة من دول. هتلاقي it's much much nicer than. يعني الطف بكتير من my friend's cat. يلا بينا شباب نحل بيت جائتين مع بعض. I'm not keen on football. انا مش متحمس. بكرة القدم for me. بالنسبة لي it's not important sport. يبقى it's the least the least important sport. اقل لرياضة اهمية. mister nasr is the not a director that can solve your problems. يبقى mister nasr is the most intelligent director. هو اسكى مديري يقدر يحل لك مشاكل. he is not one of the two champions competing to win the race. two هما اتنين بس يبقى he is better. the better of the two. الافضل في الاثنين. ما تقولش the best الا لو كان ادول اكتر من اتنين. some people think that بعض الناس بتعتقد ان the more money you have. كل ما كان معك فلوس كتير. the a you become. يبقى the happier. كلما كلما. ذا دي خادت اي ار. يبقى ذات تانية زي اها اي ار. the not experience in my life was when i when i saw a big beer in the wild. يبقى the most frightening experience. ارعب او اخوف خبرة عندي في حياتي لما شفت بي كبير دب كبير في الوايلد البراري او في الغابات. you should buy the green trousers. المفروض تشتري البنطلون الاخدر. they are the not in the shop. they are the least expensive. دا اقل سعر في المحل. عبيران دو عمر are the same height. عبيروا عمر نفس الطول. يبقى they are as tall as. as tall as each other. as as لانه ما نفس الطول. مستر حلمي. is the not a teacher i've ever had. زي يبقى the most inspiring. اكتر مدرس ملهم انا قابلته. he his students respect him. المدرسين الطلبة بتوع بيحترموه. much جدا. متشكرين. tamir is much calmer person. tamir شخص اهدب اهدب كتير زي عمر سوبي. for exams. قبل الامتعانات عمر was much more nervous. much more nervous than. متش دي للتأكيد. ممكن شاله. نقول he was more nervous than. اكتر توترا من. متش دي عشان نقول اكتر بكتير. زي نقطة animal which i have seen in Egypt is camel. يبقى ازاة biggest. اكبر حيوان قبلته فيه. اه اكبر حيوان اه بقبله هو في مصر هو الكامل. الفيديو كاسيتس. الفيديو كاسيتس ار نوت. اه اه في جملة ناف. يبقى ار نوت سو مودرن از. فين ما فيش سو مودرن. بس فيه از از. از مودرن از. طب اللي فوق منها ما تنفعش ليه. المغفول تبقى سو مودرن از مش سو. يعني از الاولانية اللي ينفع تستبدل. مش اللي التين. زي انجليش اكسرسايز. تدريب الانجليزي. ازا نقطة اكسرسايز. يبقى ازا موس تشالنجينج اكسرسايز. هو اكتر تدريب متحدي او صعوبة. محدش في عائلتي اكبر من جده. هو اكبر شخص. كل الكتب التانية اللي في المكتبة. يبقى في بقارنا في زان. يبقى السيم هايت لهم نفسه. يبقى زير اي زي ار اس. طول از. عمر كان رن. طبعا عمر كان رن كويكلي. بيعرف يجري بسرعة عشان تصف الفعل رن. بس عايز اقول اسرع من يبقى نقول مور كويكلي زين. مور كويكلي زين. مور كويكلي زين او ال ادر بويس ان دي كلاس. نومر سيفنتين. نقطة ووتر فلادد انتو دي هاوس دي ايكسبكتد. انت عارف ان الووتر ما بتتعدش. طب فاكر كلمة فيو وكلمة 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 ترتيبهم ايه? تعني افتكر مع بعض من الجدول اللي انا كنت احطه. يبقى كلمة صفة. كان في الجدول الاولاني. ما تنفعش عشان فيه زين. يبقى هنلغي انا عايز عايز الجدول ده. مور زين او زين. مفيش مور زين. مفيش غير زين. وفيه اصلا ما تنفعش لان الماء ما بتتعدش. يبقى زين. حط لي بقى دايرة عشان زين دي. اللي اختارنا عشان هليس. وعشان كمان ووتر ما بتتعدش. خلاص. لو هي كان ممكن نفكر بس برضو ما تنفعش لان الماء ما بتاخدش فيو. فيو بتجي مع المعدود بس. يارب بتكون فهمت. هنا بقى افكر بكلمة وفيه زين. يبقى برضو بص على العمود اللي في النص. مور زين او ليس زين. طيب زين عار. عندي بس مجيش مع البيبول. عندي مينيو ماتش. لا مينيو ماتش يا مستر دول صفات مش مقارنة. انا عايز من المقارنة العمود الوسطاني. يبقى مينيو ماتش ما ينفعوش. لس ما تنفعش عشان بتتعد يبقى فيو يبقى فيو بتجي مع المعدود. تنس از افار. افار هنا يعني بكتير. محتاجة وراها صفة مقارنة. هاردر. قلنا الكلمات دي بتجي قبل صفة المقارنة هاردر. زامور يبروتست. كل ما تحتاج اكتر زانوات جيلتيو لك. كل ما هتبدأ تبدو اه مزنب اكتر. يبقى كلما كلما تبقى زامور الناحة التانية. هي از زانوات اوف دي كابل. حط اللي زي هنا لو سمحت. يبقى هي ازا طولر عشان دول اتنين بس. اه هي رايتس انجليش بيتر زين. هو بيكتب انجليزي افضل زان ايه زان مي. طب لو في هنا لو عايز اختار اي لازم يكون هنا في زان اي ام. يبقى بتر زان مي بتساوي بتر زان اي ام. مانال هاز نقط ماني زان هير فراند. يبقى مانال هاز الماني ها هياخد فيور طبعا لا. هياخد ماتش ولا لتل ولا ماتش مور عندها ماتش مور. لان ماتش مور اكتر بكتير. وكلمة مور هنا مع المعدود والغير معدود. معها فلوس اكتر بكتير من صاحبتها. وكده حبيبي بقى خلصنا مراجعة الوحدة الاولى والتانية بالكامل مع الحل المكثف عليه. يارب تكون استفدت من الفيديو وما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك وقل لي في الكومنت ليه ما عجبكش خلاص. اشوفكم كلكو على خير في الفيديو جديد وما تنساش لو انت مش مشترك في القناة تشترك دلوقتي هحل. اوكي? اقول لكم باي باي.